ما رؤيتكم في ظل فقه المآلات لمستقبل النهضة في العالم العربي؟ أنا أعتقد أنه مستقبل العرب مرهون حقيقة بمدى نجاح إصلاح النظم السياسية المسلمون عانوا على مدار التاريخ من مشكلتين كبيرتين طالما تحدث عنهما على مستوى السياسة عانوا من الاستبداد وعلى مستوى الشعب عانوا من الجهل نحن إذا صار لدينا هل لا يمكن إقامة نهضة إلا إذا أصلحنا السياسة؟ يمكن تقيم أنت نهضة تعليمية واقتصادية وكل شيء ممكن تقيمه إلى أن يحدث احتكاك بين النهضة وبين مصالح المستبد والمستبد ليس شخص لو كان شخصا نعطيه كل سنة مليار ونخلص منه لكن هو بشكل فيما بعد طيف من المجتمع بالملايين كلهم ينتفعون على موائد هذا المستبد الكبير أو الطاغية أو الطاغية الكبيرة ولذلك الإصلاح يصطدم بمصالحه يعني نحن عندنا مصلحة أن نقيم مصنعا واحد من الفاسدين هو هذا المصنع هو منتجاته يستوردها من بره هو نفسه يمنعك من إنقامة المصنع هذا حصل ويحصل في كثير من البلدان وبالتالي إذا نحن أخذنا بهذين الأمرين أدخلنا إصلاحات جدرية على التعليم لأن التعليم هو أساس النهضة وأدخلنا إصلاحات جدرية على النظم السياسية القائمة يعني صارت نظم شفافة منتخبة شرعية تحترم الناس تحترم كرامات الناس إرادات الناس سيكون لدينا إن شاء الله مستقبل زاهر نحن مجتمعات فتية نملك المنهج الرباني الأقوم اللي هو رأس مالنا الأساسي نملك ثروات نملك أراضي واسعة لكن نحن الذي يعوق نهضتنا بشكل أساسي الجهل على مستوى الشعوب والاستبداد على مستوى الحكومات هاتان المصيبتان أو المشكلتان أو الآفتان ولدتا أزمة ثالثة أو مشكلة ثالثة هي الفقر معظم المسلمين فقراء وفقرهم بعضه سببه الاستبداد وبعضه سببه الجهل